في ظل نزوح الكراء والمعلنين إلى العالم الرقمي تعول الصحف الأمريكية اللاتينية الكبرى بصورة متزايدة على نماذج اقتصادية قائمة على الاشتراكات المدفوعة لضمان استمراريتها وبدفع من النهم الكبير على حصد الإعجابات والزيارات عبر وسائل التواصل الاجتماعي اضطرت وسائل الإعلام إلى المجازفة بمصداقيتها وجودة مضامينها للحفاظ على الكراء ففي ظل انحصار حجم غرف التحرير بفعل الاستغناء عن صحفيين كثر والاقتطاعات الكبيرة في الميزانية تبحث الصحف عن التكيف مع هدف مشترك وهو استيفاء أموال من المستهلكين في مقابل تغطيات صحفية عالية الجودة ورغم تنامي الاشتراكات في العالم أجمع لا يزال أكثرية القراء راضين عن الأخبار المجانية التي يطلعون عليها ترجمة نانسي قنقر